حلب ثاني المدن السورية تشهد منذ أيام معارك شرسة بين الجيش الحر والجيش النظامي في الوقت الذي أشارت فيه بعض الأنباء عن تحرك العديد من المدرعات والجنود من مناطق إدلب وحماء لتعزيز قوات الجيش النظامي في المدينة ففي حي الشعار تمكن عناصر الجيش الحر من الاستيلاء على مركز للشرطة بعد اشتباكات أسفرت على سقوط قتل من بين الجيش النظامي واعتقال عدد منهم الاشتباكات التي استعملت فيها قوات بشار الأسد الطائرة الحرب يمتدت لأحياء جميلية وصلاح الدين وجامعة حلب وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وعن الأوضاع العام في سوريا قال القائد الجديد لفريق المراقبين الدوليين بابا كارغي لقد انقذ شهر وأمامنا 27 يوما قبل انتهاء مهمتنا سنوظف خلالها كل الفرص للتخفيف من معاناة المدنيين هذا هو شغلنا الشاغل وفي العاصمة السورية دماشق دلعت اشتباكة عنفة صباح اليوم في مخيم اليارموك في الوقت الذي شهدت فيه أحياء القابون والعسال والتضامن قصفا عنفا